أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خمس عشرة عملية جراحية منها أربع لجراحة القلب المفتوح وإحدى عشرة حالة لقسطرة القلب في مركز نبض الحياة بمدينة المكلة وفي اليومين ذلك في اليومين السابع والثامن من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال ليصل إجمالي العمليات المنفذة منذ بدء الحملة 92 عملية جراحية منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح بمشاركة لفريق طبي تطوعي يضم أطباء وأخصائيين من المملكة وتأتي هذه الحملة للإسهام في تخفيف معاناة كثير من الأطفال اليمنيين المصابين بأمراض القلب والقادمين من مختلف المحافظات اليمنية الذين عانوا لفترات طويلة من مشاكل وآلام مرض القلب نعم شكرا